انطلقت في البحر الميت أعمال الدورة القضائية الأولى للمحاكم الكنسية الأرثوذكسية بعنوان القضاء الكنسي بين العائلة المسيحية والمجتمع وفي الجرسة الافتتاحية للدورة التي شارك فيها قضاة ومحامونة من الأردن وفلسطين رحب المطران خريستوفور سعطلة بالمشاركين مثمنا حضورهم ومشاركتهم بمثل هذه الدورات التي تسعى لتطوير العمل القضاء الكنسي وخدمة العائلة المسيحية وألقيت خلال الدورة التي استمرت يومين عدة محاضرات تمحورت حول القضاء النظمي في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين للمحام يعقوب الفار والقضاء الكنسي بين العائلة المسيحية والمجتمع للمطران خريستوفورس ومحاضرة للقاضي فارس الداؤود بعنوان أصول التقاضي وإجراءاته أمام المحاكم الكنسية